اشتركوا في القناة يعني فيه تسلسل أولا بالأحداث تسلسل أدبة والحاجة الثانية التسلسل يعني بيتكلم عن العمر بيتكلم عن الحدث بيتكلم عن الزمن بيتكلم عن أكم يوم مثلا هاطل المطر ووقف المطر كيف ابتدى المطر يعني نزول متوالي وبيتكلم عن تواريخ بالتطقيق وهذا لفت انتباهي طبعا يا سيس نزار احنا عندنا انطباع عن التوفان دار 40 يوم و40 ليلة صح كان فيه مطر 40 يوم و40 ليلة بس انفجرت يا نبيع الغمر العظيم دي اللي هو السبترينيان ووتر اللي هي المية اللي تحت القشرة الأرضية وكسرت القشرة الأرضية وكونت القرات والمية دي ارتفعت ارتفاعا متواليا لمدة 150 يوم واخدت حوالي 150 يوم تاني عشان تجف وبعدين الارض كانت فيري صوفت طرية فما طلعش نوح على طول استنى الامر الرب فالتوفان وبعد طيور بعد غراب وغراب الحمامة ورجل تمام وبعدين الكتاب مقدس بيقول في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السبعتاشر شوف الدقة ازاي نقول دي اسطورة ده حاجة مش منطقية بالمرة وبعدين انتهى التوفان في الشهر الثاني في اليوم السبعة وعشرين لما كان هو ستمية واحد دقة غير غير عادية دقة متناهية عشان تورينا ان الحدث العملاق ده كان ليه تأثير على الحفريات وعلى طبقات الارض وان شاء الله يكون عندنا وقت نتكلم بالتفسير اكيد رح نتكلم وبنفس الوقت عاوز اقول للمشاهدين انه هذا الفيديو رح تنبسط كتير منه طوله اكتر حوالي خمسة وعشرين وستة وعشرين دقيقة